وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نضم إلي عبر الهاتف الأكاديمي والباحث في أشؤون السياسية دكتور ناصر أبو ديب مرحبا بك دكتور ناصر أرزو المحب بك سيد الكريم وكساد المشاهدين نعم دكتور ناصر بعد إعلان مجرم الحرب حفتر تفويض نفسه لحكم البلاد يعني شهدنا ردود أفعال محلية ودولية نتحدث بالأخص عن ردود الأفعال الدولية والتي كانت باهتة بعض الشيء كيف تعلق على ردود الأفعال سيد الكريم لابد أن نتفق على أن المجرم حرب خليفة حفتر لم تكن لديه خلفية تابتة يتكذ عليها إلا الخلفية العسكرية والخلفية الهمجية وخلفية الانقلابات وهذا واضح من من تفرحاته ومنذ 69 إلى 69 لليور فهو المجرم حرب فراحة أما بالنسبة إلى مجتمع الدولي المجتمع الدولي في الظاهر مع حكومة الوفاق ومع الشرعية ولكن في باطينه كثير من الدول تعتقد أن خليفة حفتر هو المنقذ لليبيا ولكن بانا بالمكشوف في الأوين الأخيرة أن الحصان الذي راهنت عليه عديد الدول هو حصان خاسر بطبيعة الحال وخاصة في الأوين الأخيرة بعد تحرير الساحل الغربي سبع مدن في مدة لا تتجاوز سبع ساعات والآن هم محاصرون تلك الميليشيات محاصرة في قاعدة الوطية وفي مدينة طرغونا كل هذه الأحداث تتراها بعض الدول أو معظم الدول أنه انتصار كاتح لحكومة الوفاق لبركام الغضب والقوة المساندة له فبالتالي هي تريد أن يكون لخليفة حفتر مخرجا لحفظ ماء وجه هذه الدولة التي كانت تساند خليفة حفتر أما في الداخل فمعروف أن منطقة شرقية وليست منطقة شرقية كلها أو أحرار منطقة شرقية فبالتالي أن الذين خرجوا مع خليفة حفتر هم زمر فاسدة سواء كانت تابع نظام السابق أو من يتطلون الآن لخليفة حفتر فكل هذه المناطق لا تعبر عن رأي الشعب الليبي فتلتين الشعب الليبي موجود في المنطقة الغربية فشعب الليبي المنطقة الغربية هو من يقرر وهو من يحسب الأمر وليست شر بما قليلا مع احتراماته للأحرار الذين لا حد لهم القوة في المنطقة الشرقية نعم يعني دكتور ناصر من ناحية أخرى مجرم الحرب حفتر قبل قليل يعلن عن هدنة لوقف إطلاق النار ويعني برأيك يعني ما السر في هذا الإعلان بهذا التوقيت بالداد علما بأنه لم يلتزم بأي هدنة قد أعلن عنها لوقف إطلاق النار هذه قفضة في الهواء سيد الكريم وهذه رقصة الديك المدبوح خليفة حفتر في الأولى الأخيرة في المنطقة الغربية وخاصة في قاعدة الهوطية ومدينة طرهونة بدأ يخسر في جنوده بدأ يخسر في الإمدادات التي تأتي إليه فخليفة حفتر يريد هدنة حتى يتمكن من إرسال المزيد من العتاد والمرتزق إلى منطقة الغربية ومدينة طرهونة ولحب ما وجهه في خطابه الأخيرة الذي أم يذكر مدينة طرهونة وبانى بالمكشوف أنه يريد بيع مدينة طرهونة وأهالي مدينة طرهونة لمصيرهم المحتوم وهو مصيرهم الذي سوف يكون وخيما بطبيعة الحال عندما تدخل إليه قوات بركان الغدب منتصرة بإذن الله في الأيام القريبة القادمة فكل ما يقوم به خليفة حفتر هو بالتأكيد إملاءات خارجية وخاصة من الإمارات ومن دولة السيسي خاصة فهي من تواجه خليفة حفتر وفي الأولى الأخيرة بانى بيواضح أن خليفة حفتر مهزوم فراء الإملاءات التي ملئت عليه من الإمارات هي أن يقوم بهذا المقترح حتى يريد أن يبين إلى الدول الداعمة له والدول الأخرى أنه إنسان سلمي وأنه إنسان مدني وهي عادة على الدولة المدنية فهو بعيد عنها قل البعد وأريد أن أقول هنا لقوى بركان الغدب والقوى مساندة له ولحكومة الوصاق أن لا يستفتوا إلى مثل هذه الأشياء حتى إذا كان هناك حل سياسي يابد من خروج حتى من قاعدة الوطية ومدينة الطرهونة والجفرة ومدينة فرق وفتح الفقول المغطية وبعد ذلك يكون هناك حديث مع قوة سياسية جديدة في المنطقة الشرقية ومن شرفاء المنطقة الشرقية للحديث عن الحل السياسي للخروج من هذه الإشكاليات بشكل أن يكون حفتر موجود في هذا الحل السياسي نعم دكتور ناصر من ناحية أخرى بما تفسر تحليق طائرة رفالة الفرنسية فوق سماء مدينة مصراتة وأيضا طائرة أخرى تحمل وقود الطائرات بما تفسر هذا برأيك هذا يفسر بانهزام كليفة حفر في المنطقة الغربية وفرنسا والدولة الدائمة له تريد على الأقل المحافظة على مدينة فرنسا والحقول النفطية في هذه المنطقة بمعنى أن المنطقة الغربية هي تحسين حافظ ويعلمون علم اليقين أن هذه المناطق سوف تتحرر لم يكن اليوم فغدا إن شاء الله ولكن فرنسا تريد على الأقل الحفاظ على الحقول النفطية ومدينة فرنسا وهذا ليس الاختراق الأول صراحة وأنا أحيي على الأقل ندائيا أن الحكومة الوثاق الوطني ووزير الخارجية بما قام به من الدبلوماسية ولكن نريد دبلوماسية ناشطة أكثر ونريد دعم أيضا من حلفاه لحكومة الوثاق حتى يقتف هذه المهاترات وهذه الانتهاكات للأجواء الليبية لأن كل ما يحدث صراحة أنه هو من تفكير فرنسي إماراتي تنفيذ نصري على الأراضي الليبية ترجمة نانسي قنقر